أكدت صحيفة الوطن في كلمة لها بعنوان التزامات البحرين وخروقات قطر على أن مملكة البحرين لا يمكن أن تقبل بالاستهداف القطري الممنهج لأمنها واستقرارها بون شاسع بين البحرين المملكة الملتزمة بمسؤولياتها واتفاقياتها وتعهداتها أمام المجتمع الدولي وبين قطر الدولة الخارقة للمواثيق والمؤهدات الدولية والعالمية وفي ظل ذلك التناقض الواضح والصريح بين مملكة بحرينية مسؤولة ودولة قطرية خارقة نقف عند العديد من الحقائق التاريخية التي لا تقبل المساومة أو الشك لعل أبرزها أن عائلة آل خليفة الكرام حكمت البحرين وشبه جزيرة قطر بالكامل منذ القرن الثامن عشر كما أن شعب البحرين وقطر شعب واحد حكمته عائلة آل خليفة الكرام لعدة قرون وإذا كانت المشكلة الحدودية بين البحرين وقطر لا تزال قائمة منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى يومنا هذا تصر قطر بتعنت على تغيير الحدود بين البلدين لأهداف توسعية واضحة ويقابل ذلك إصرار والتزام بحريني على عدم التخلي عن أي شبر واحد من أراضيها بحسب نصوص الدستور ولا بد من التشديد على أن مملكة البحرين لا يمكن أن تقبل بالاستهداف القطري الممنهج لأمنها واستقرارها بأكثر من ألفين مادة إعلامية أو من خلال دعم وتمويل الجماعات الراديكالية لممارسة الإرهاب في المملكة أو استهداف الصيادين البحرينيين بعد اهتجازها أكثر من ألفين ومئة وثلاثة وخمسين صيادا وستمائة وخمسين قاربا بحرينيا إن محاولات قطر استهداف البحرين بإثارة المغالطات والمزاعم الباطلة حول أوضاع حقوق الإنسان هي محاولات فاشلة من بلد غير ديمقراطي بينما يعيش الشعب القطري مسلوب من حرية الرأي والتعبير في ظل قمع المؤسسات الأمنية تبقى البحرين ملتزمة بالحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها من التدخلات القطرية مع التأكيد على حقها في استخدام الوسائل المشروعة للدفاع عن سيادتها الوطنية